تدات أقل أغلب قادة الجيوش يعني باختصار الجيوش دي دمرت مات تقريباً من 25 ألف جندي عربي ما ماتش غير 800 جندي إسرائيلي يا حبايبنا فين وحشتوني؟ لسه فكرني ولا نسيتوني معكم أحمد السكري وده فيديو جديد من يومين تلعيان الأخ في خايا درعي بالفيديو السنوي بتاعه اللي بيقول فيه مصر ما كسبتناش في الحرب إحنا عملنا صغرة الديفرسوار وعدنا من ورا كنا على بعد 101 كيلو متر من القاهرة والكلام ده كله طبعاً هاري ولكن إيه اللي يسبتن هو هاري؟ احكي لنا القصة قبل ما احكي لكم القصة لازم الموضوع يبدأ من ورا شوية عشان يبدأ من ورا لازم نغير لإداء اللورة أظن كده أحسن لايقا مع جو الغموض شوية الموضوع بدأ سنتقفى 967 الجانب الإسرائيلي نقد معاهدات كتير وطبعاً مصر والسوريا ما عجبهاش الموضوع ده وبدأوا يهجموا في إسرائيل إعلامياً ومن ضمنهم طبعاً الرئيس جمال عبد الناصر اللي قال ما قلته الشهيرة أنا هرمي اليهود في البحر وقفل عليهم مضيق العقبة وباختصار موت إسرائيل اقتصادياً وإسرائيل عملت أكبر انتصار في تاريخها كله اللي هو ناكسة 67 ناكسة 67 أو ناكسة حزيران أو حرب الأيام الستة إسرائيل هجمت على مواقع في هضبة الجولان في سوريا وسينة في مصر ومات تقريباً ما بين 15 إلى 25 ألف جندي عربي وتدمر تقريباً 80% من العتاد العربي في مصر وسوريا يعني باختصار الجيوش دي تدمرت معدتش موجودة في المقابل ما ماتش غير 800 جندي إسرائيلي و2% بس من العتاد الإسرائيلي فباختصار يا جماعة دي كانت هزيمة ساحقة حصل حرب بعد كاسمها حرب الاستنزاف الحرب دي كان هدفها الوحيد والأول هو استنزاف قوة العدو وإضعافه وكان من المقرر إن الحرب تبدأ سنة 70 ولكن قبل الحرب بشهرين تقريباً حصل اللي محدش يتوقع وفاة الرئيس جمال عبد النصر طلع علينا واحد بملامح سودانية وملابس عسكرية اسمه محمد أنور السادات وهو النائب الأول للرئيس جمال عبد النصر طلع وقال أيها الشعب العظيم لقد فقدت الجمهورية العربية المتحدة رجل هو أفضل الرجال وباقي الخطاب الخطاب الصراحة كان مؤثر جداً فللأسف خطة استرجاع سينة اتوقفت والعرب كلهم كانوا شايفين إن سينة مش ترجع ليه؟ السادات ما كان شراك الحرب كل الناس كانت مجمعة إن السادات مش هيحارب لإن السادات عكس عبد النصر عبد النصر كان بيطلع يتكلم ويقول أنا هعمل وهعمل وهعمل وهارمي اليهود في البحر وهدواءهم مرارة الحرب ولكن السادات كان العكس السادات كان ساكت على طول ساكت وداخلين على مرحلة جديدة فنغير لداءة السادات أقل أغلب قادة الجيش بعدما أقلهم عين ناس جديدة ومن ضمن الناس دي ساعد الدين الشازلي ومحمد حسن مبارك وطبعا كلنا عارفين الرئيس محمد حسن مبارك لكن ما نعرفش مين ساعد الدين الشازلي أو نعرفه ولكن معرفتنا أقول إله جدا أحب أقول لكم ساعد الدين الشازلي هو صاحب الخطة بدر الخطة قد عبارة عن إيه إن إحنا ندخل جوه سينة ونفضل نتقدم نتقدم مهما كان التمن على مدار 12 كيلو متر وش معنى 12 كيلو متر يا عم أحمد لأن منظومات السواريخ والدفاع الجو اللي عندنا كان مداها 12 كيلو متر فهي تقدر تحمي القوات البرية لمدار 12 كيلو متر وصحيح تعلم ما نتكلم على الخط بارليف الجيش المصري كان عنده عقبة كبيرة وهي خط بارليف خط بارليف كان طوله 22 متر ومليان تحصينات دفاعية مليان دبابات منظومات دفاع جوي منظومات دفاع أرضي ومنظمات رادار وتشويش واتصالات عالية جدا لو في نامل عدة قناة السويس كل ده هيتضرب فيها وكمان على حسب كلام الخبراء الروس قناة السويس دي أكبر حاجز مائي في العالم فباختصار مش هينفع حد يعديها لأن تحت قناة السويس كان فيه أنابيب النبال النبال ما ده مادة بترولية بتشتعل على سطح المية يعني باختصار لو في جندي مصري واحد عدة قناة السويس هتتحول لنار وبرضو الخطة صدام بتاعة حسن مبارك اللي هي كتعبارة عن إيه كتعبارة عن تشتيت شامل للجيش الإسرائيلي اللي كانوا متجسسين على كل عسكري في الجيش المصري مش على كل قائد بس إن هو يفضل يخدعهم ويفضل يقول لنا رايح ليبيا لأ مش رايح ليبيا يأجل الطيارة ساعة ساعتين وبعد كده يقوم آية كلمات المشهورة بسم الله الصدام الطيران المصري هجم الهجمة الأولى ودمر أبراج الاتصالات ومواقع التحصينية بتاعة الجيش الإسرائيلي وكمان دمر جزء بين منظومات الدفاع الإسرائيلية يعني باختصار أي حد على خط برليف بقى الوحد وبعد الدربات الجوادي كلها انت مش ليس تقالي إن قناة السويس هتتحول لنار والكلام ده فين الكلام ده آه هو أنا مؤتلكش أصلا قبلها باربعة وعشرين ساعة قوات الدفاع البشرية اللي هم الغواصين نزلوا تحت قناة السويس بسرية وسدوا أنابيب النبالم دي بمادة سريعة تتصلب القوات المصرية بعد ما عدت اتفتح عليها نار جهنم حرفيا فيه دبابات إسرائيلية طلعت من الحواجز بتاعته وحاولت تموتهم ولكن الجنوب المصرين كان معها سواريخ أرض أرض دمرت الدربات دي في ثانية وطبعا كلنا عارفين حكاية خرطوم المياه خرطوم المياه دي باختصار كتمادخات جاية علشان تطف الحرية اللي في الأدوار العالية ولكن المهندسين العسكريين عملوا معها تعديلات بسيطة التعديلات البسيطة دي خلتها قوية جدا لدرجة إن هي قادرة تهد الساتر الترابي لخط بارليف وزي ما قلنا خط بارليف مش مجرد الساتر الترابي العالي ده الجيش السوري بقيادة الرئيس الأسد قدر يسيطر بس على نص الحاجة اللي كانت مطلوبة منهم هو كان مطلوب منهم من هما يوصلوا لحد نهر الأردن ولكن هما وصلوا لحد نص الطريق ووقفوا على أمل إن الجيش الإسرائيلي هياخد 24 ساعة على ما يجلوا تعزيزات حصل ما لم يحمد عقباء الجيش الإسرائيلي قدر يوصلوا للاحتياط بعد أقل من 10 ساعات فالسوريين كانوا وقفين دلوقتي قدامهم الجيش الإسرائيلي فضاهرهم سوريا فللأسف للأسف الجيش الإسرائيلي ضمر المدرعات السورية وضمر أجزاء كبيرة جدا من الجيش السوري وقدر يدخل جوه سوريا لدرجة نواة كان بيهدد العاصمة دمشق طبعا الرئيس الأسد ضغط على الرئيس أنور السادات وقال له زود الضغط من عندك تحت علشان أنا فوق هيتم احتلالي دي كانت سبب الضرر الكبير اللي حصل بعد كده لأن الجيش الأردني والجيش العراقي والجيش السعودي راحوا ساعدوا سوريا ولكن تحت عندنا في مصر حصل أول خلاف ما بين الفريق الشازلي والرئيس أنور السادات الشازلي كان شايف إن إحنا لأ ما نروحش كده كده القوات الأردنية هتوصل قريب وكمان إحنا لو خرجنا بر حاجز الـ 12 كيلو متر إحنا هنروح في دهيا لكن الرئيس محمد أنور السادات مقدرش يستنى وكمنه هو القائد الأعلى لقوات المسلحة كلمته تمشي أمر بتقدم بعض المدرعات وتتغط زيادة من تحت ولكن للأسف المدرعات دي خرجت بر حاجز الـ 12 كيلو متر اللي كان آمر بيه فريق الشازلي ودخلوا وللأسف المدرعات دي أغلبها تدمر في معركة اسمها الكرية الصينية وعمل صغرة في النص ما بين الجيش المصري قدر يستغلها الجيش الإسرائيلي ويعدوا في منخفض مائي كانوا مسميينه باسم الـ وعدوا منخفض ده ولفوا وراء الجيش المصري كان هدفهم الرئيسي هو تدمير بطاريات أسلحة الدفاع الجوي اتقسموا فرقتين فرقة مدرعات تبع شارون وفرقة مدرعات تانية مش فاكر اسم القائد بتاعها فرقة المدرعات التانية بتاعت القائد اللي مش فاكر اسمه رايحة السويس في الجنوب وفرقة شارون كترحة نحيبه السعيد في الشمال فرقة شارون باختصار اتبهدلت واتدمر ورجعت تاني فضلت ماس كما كان في الصغر وفرقة المدرعات اللي كانت متجهة للسويس قبل ما تروح السويس جالها أمر وقف إطلاق النار من مجلس الأمر ولكن طبعا هما ما سمعوش الكلام حاولوا يخش السويس حتى بعد وقف إطلاق النار ولكن المقاومة الشعبية والجيش المصري المرابط في السويس قدروا يحاربوا المدرعات دي وباختصار دمروها ما سابوش لها فرصة ان هي تكمل يعني باختصار احنا الوقتي عندنا مصريين متقدمين جوا سينا ب12 كيلو متر والاسرائيليين مجرد ان هما حطين رجل على غرب القناة لكن هما مش متشكلوا اي خطر لأنهم محاصرين من الشمال ومن الجنوب من الجيش المصري الثاني والثالث يعني لولا قرار وقف إطلاق النار أصلا كدفرقة المدرعات دي هتتضمر وحصلت اللي بتتقال عليها مفاوضات الخيمة 101 اللي هي مفاوضات وقف إطلاق النار اللي بعدها حصل الاتفاق على انسحاب الإسرائيليين من سيناء ده اللي يثبت ان احنا انتصرنا لإني تخيل معايا انت كنت داخل في وسط الجابهة بتاعتهم ل12 كيلو متر قدام وهم يا دوبك داخلين في وسط الجابهة بتاعتك تقريبا بكيلو متر واحد وكمان هما كانوا محاصرين من كل حتة فهم اللي كانوا خسرين مش انت اللي كنت خسران هما واخدين موضوع انهم عبروا الغرب القناة كشو إعلامي وكمان ما ننساش معركتنا الجوية يا جماعة انا من المنصورة معركة المنصورة الجوية والدي حكالي ان هو كان صغير ساعتها وكان شايف الطيارات الإسرائيلية بتتدمر في السماء والمعركة الجوية دي جماعة كانت متصنفة ان هي اطول معركة جوية بعد معارك الحرب العالمية التانية وباختصار اتهزمت فيها اسرائيل هزيمة ساحقة هم حاول يخشوا على الدلتا ويدمروا مناطق الحيوية علشان لهو ايه احنا دمرنا وقدرنا وعملنا عشان يضعفونا ولكن ما قدروش فحب اقولك ان احنا انتصرنا في حرب اكتوبر بنسبة 100% موضوع عبرهم من ثغرة وان هم لفوا من ورا الجيش المصري هم مقدروش يعملوا حاجة باللفة دي هم تهزموا وتحصروا باللفة دي كان وراهم في الدفة الشرقية الجيش المصري وكان وراهم في الدفة الغربية الشرطة المصرية وقوات الدفاع الشعبي وكمان الجيش المصري فهم كانوا محصرين برا وبحرا وجوا فبس كده اتمنى ان الفيديو يكون عاجبك ولو حاب تدعمني باي ترامية دعم تقدر تعمل لايك وتشترك على القناة ده اكبر دعم انت ممكن تقدمه لي وخش على الحسابات التانية في مواقع التواصل الاجتماعي اعمل عليها متابعة برضو عشان انا فعلا بقع في الفيديوهات دي وبحاول اقدم لكو اكتر فيديوهات ممتعة وكتولي بس يلا في الكومنتات تحت رأيك في الفيديو لحد الوقت وشاركني رأيك في الفيديو ونقشني انا بحب النقاشات وكمان برد على كل الكومنتات وبس كده كما عاجب السكري سلام